السؤال مختلف شوية وإن كان قريب يعني مين بتقول الوقت تحسوا إنه بيدعمك في اللحظات الصعبة واللحظات السعيدة بتلاقيه جنبك ووايف معاك وبيفرح معاك مين اللي انت زي المشاهد السينمائية الشهيرة اللي هو وانت بتلعب بيبقى عينك شايفاء انت بتقول أنا هكسب عشان فلان هو طبعا والدي لأن هو بيدعمني من وانا صغير ولا مازال بيدعمني وبيجي معاه البطولات هو يعني هو بيديني لحافظ أكتر وهو سبب بإننا بحارب على إنجاز صعب جدا أو مديليا صعبة جدا أنا عايز أقول لحضراتك على حاجة أنت بتتكلم على الصعوبات أي حد إنسان عادي ممكن يحصل له صعوبات فيتنازل عن حلم البطل الحقيقي هو لمهما يقبل صعوبات بياخدها الإيجابيات وبيكمل عليها عشان خطر يقف عليها ويحقق حلمه زي حضراتك كده الشاعر هو بيقدر يطلع شعر غير مش شعرة يعني هو ربنا ادد له موهبة في كده البطل ربنا ادد له موهبة أنه هو يقدر يتحمل التعب والصعوب والإصابات وزي ما حضراتك القائد بيتكلم أن مثلا الرياضة بتعمل بيأكل أكل معاين وكامداء حضراتك إحنا بنجي قبل البطولة بأربعة أيام ممكن مثلا ميزان عالي وجسم بخز الميا أنا مش هاخد غير الميا اللي هي بتشغل الكلا بتاعتي عشان ما تتضرش وما فيش ميا تاني ممكن نعود يومين تمانية واربين ساعة على طفحية أو على موزايا وكوبية قهوة يوم اللعب بيبقى فيه توطر غير عادي وفيه قلق عليني ده حلم حلمك فأنت كل الحاجات دي بتاخدها سلمة الإيجابيات عشان تقدر إنك تحقق حلمك إحنا بجد ممكن للناس تكون فاكرية بنلعب رياضة للهواية لا إحنا شاعلين مسؤولية كبيرة جداً إنت بتاع بإسم بلد صح فأنت عايز تحقق إنجاز عشان خاطرها تتسأل على الكامل إحنا بنتسأل إنت تصرف عليك ولازم تجيب نتيجة والأهم من ده كله قبل ما تتسئل إنه الناس بتبقى يعني متعشمة فيك طول الوقت بتحب بلدها بالزق وبتحبك وتحب بطلها يعني هي بتحب بلدها وتحب بطلها فتول الوقت بتعشمة فيك وده ضغط عليك أنا متفاهم إنه ضغط خراف يعني أنا أقول لحضرك على حقيق هو بيحبك وبيغير عليك فعايزك تكسب فهو بينتقدك أو بيقدم لك كومنت فأنت دايماً بناخد الكومنتات للأحسن وإن إحنا دايماً إن شاء الله نشرفهم وطبعاً زي ما قلت لحضرتك وبأكد على كلام إن دايماً لما يبقى عندك سبرتي كبير من الجمهور إنت بيبقى عندك عارف إن في ناس بتتبعك وهتسأل عليك فأنت بتتقدم بصفة مستمرة طبعاً ده يعني زي ما قلت لحضرك أنتوا عيون الجمهور أنتوا اللي بتوصلوا لهم رسالة أنا لو ما طلقتش مع حضرتك النهاردة أو ما بتبعتليش دعوة من المتحدة إن أنا أجي المدينة الجميلة هنا اللي حضرك يا سادة المشاهدين هيعرفني منين هيسمع عني منين طب إنتوا لو ما نقلتش أخباري عن طريق الإعلام اللي هو الأولمبيكس مثلاً عبداللاطيف كسب عبداللاطيف هيلعب على برونز محدش هيعرف بس أقولك حاجة ونقشك في دي نقطة مهمة جداً اللي أنت أثرتها دي أنت راجل بطل بطل ده بيفرد نفسه يعني يعني مثلاً كريم دلوقتي بيعمل معاك لقاء دي عشان حضرتك راجل بطل وعملت مجهود عظيم جداً لو أنت مش بطل لو أنت ما بتعملش شغلك لو أنت ما بتتعبش جداً كده كده الناس مش هتعرفك فأنت بتقسمني وبتقسم كل الناس أنه هم يتبعوك ويدعموك ويسندوك بشغلك وبتعبك واجتهادك طول الوقت أنت وغيرك من الأبطال المصريين يعني وإحنا تعودنا أن إحنا حتى نقول شكراً على أي حاجة بتتعمل لنا عظيم فأنا بقول لك شكراً وبقول اللي بنسبة اللي هو إحنا لقينا اللي جايين النهاردة ربنا خليك طبعاً ربنا عزك طبعاً حضرتك أنت يعني ممثل المتاعف أنا بقول لك شكراً وشكراً للمجلس الإدارة يعني على اليوم الجميل ده وأنا مبسوط بالمدينة جميلة جداً ومفرحة فأنا مبسوط إن بلدي فيها حاجة جميلة كده وإن شاء الله أتمنى البلدي دايماً المزيد والتقدم في كل حاجة عبد لطيف أنت فكرت تشتغى المزيد قبل كده فكرت والله فكرت بجد دايما إن شاء الله بإذن الله أجيب المدالية الأولمبية الأول لأن ده حلم والدي وبعد هكدة ألم فكر في أي حاجة تاني أنا مبفكرش في أي حاجة غير أن أنا لازم أجيب مدالية أولمبية مدالية أولمبية الأول حواريك حصلت على كل الإنجازات اللي ممكن انت تتخيلها في الرياضة هو هلو إلا المدالية الأولمبية هي single بزيّبتي رونز في الأولمبيات العسكري أنا نفسي في الأولمبيكس اللي هي المدني يعني مش يعني شغلات تانية جنبها يعني